معنا الآن في الستوديو السيد سامي التركاوي رئيس الجمعية العمومية للمنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية سامي صباح الخير أهلا وسهلا بي الله يبارك فيك أستاذ أحمد بعد أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تحية صباحية محطرة بورود الوطن الحبيب لجميع مشاهدين القناة وأشكركم على هذه اللفتة الطيبة والمبادرة الكريمة من قناة المصار المنظمة سامي اسمها حقوق ذوي الإعاقة البصرية في حقوق لذوي الإعاقة البصرية اتسبوها مثلا موجودة الآن بين يديهم تحققات على أرض الواقع الحمد لله نعم يعني برغم جراحات الوطن ما يعانيهم من تشضي سياسي والتداهور اقتصادي ولكن المجتمع الليبي مجتمع خير مجتمع طيب المجتمع الليبي أحتضن ذوي الإعاقة البصرية من تأسيج نعمية كيف بنغاز من 1961 المكوفين المكوفين عايشين على العمل الخيري والأهلي من أهل البر والإحسان وهذا ما نحن ننادي به كمنظمة تعسست في 12 ديسمبر 2016 قاموا بها شباب وشبات من المكوفين لحماية حقوق ذوي الإعاقة البصرية وتوعية بهذه الحقوق ونشرها بينها المكوفين من جهة ونشرها في المجتمع ووسط المجتمع من جهة موازية هذه الحقوق أولا تم اكتسابها بحمد الله بالدين الإسلامي ومن ثم القرارات والقوانين المحلية داخل ليبيا وكذلك الاتفاقيات والمعادات الدولية هذه الحقوق أنت تحكي من النواحي الإنسانية والخيرية والتطوئية طيب من النواحي الرسمية الحكومة شن قدمت الكم من احتياجات في كل شيء في الشارع في البيان في الطريق العام أحكين يا أستاذ أحمد طبعا الحقوق طبعا عشان تفاهم الخلاصة للموضوع أن الكفيف نبدأ من المهد إلى اللاحة يعني يبدأ بالكشف مبكر طبعا حقوق المنظمة عشان نقدر حتى تسيرا على المشاهد أن المنظمة تنادي بسبب حقوق اللي هي التعليم والثقافة التمكين والتوظيف التهيل الاجتماعي الصحة البصرية طب العيون الوصول الآمن أيضا حق التقدير وحق الإعلام ما نحن فيه الآن وحق الرياضة والتربية عندما نتحدث على هذه طبعا نتحدث على الإنسان ككل سواء كان ذكر أو أنثى في ذات الوقت كان كبير أو صغير هذه الحقوق لأننا مثلا بحيث أن نختصر للوقت البرنامج لأننا نبدأ مثلا بالتعليم والثقافة يعاني طبعا التعليم المفترض كما جاء في مؤسس سنة ملكة في 1994 إنه كفيف لها ثلاث حالات أما استبعاد أو فصل أو دمج الاستبعاد مثلا عندك حالات ثلاث حالة البصل اللي هو نحن عايشين في تواحليا في ليبيا اللي داخل جمعيات أهلية خيرية حضرت البصل عزل على المجتمع ما ننادي بنا نحن كمنظمة هو الحقوق المفترض أنه يندمج الكفيف في المدارس العادية تقدم له وسائل مساعدة أي الزموعين حتى يستطيع مواكبة أقرانه من التلميذ هانا نبلحك على النقطة هذه عندك إشكاليات بالفصل إشكاليات مع المعلمين الغير مؤهلين عندك إشكاليات بالإدارة التعليمية عندك إشكاليات عديدة نتقابع عن هذه الموضوع الجميع لأننا تحدثنا عليها في ندوات حقوقية ما يهمنا الآن هو معاهدة مراكش هذه المعاهدة تم اعتمادها 2013 هذه المعاهدة تقضي بتيسير النفاذ المصنفات المنشورة بمعنى باختصار جدا الكتاب العادي هذا يتم تحويله إلى طريقة برايت النامس هذا أو يكون صوتية مسجرة عن بثري أو يكون بعدسة مكبر يتكبر خط هذه المعاهدة دخلت حيز النفاذ سنة 2016 وقعت عليها الدول وهي الآن السيرة المفهول في كثير من الدول ليبيا الآن لم تصادق عليها هذه المعاهدة حتى نحن المفرع الدول الليبية بدلما يطبعوا كتب أو مثلا يجاهزوننا كتب صوتية أو مثلا تعتيك طبعا هذه المعاهدة طبعا هي منبثقة من منظمة الويبو الملكية الفكرية وهذه المعاهدة منبثقة منها أيضا اتحاد الكتب الميسرة الاتحاد هذا يوفر لك الكتب لعند دولتك لأخر الدول نبثقة من الدولة الشيء المعاناة هذه أنها تكون الكتب ميسرة لنا وأنها تصل إلى ليبيا هنا ليبيا فقط أنها تصادق عن مواهدة تتخل حيث النفاذ مع بقية الدول هذا من جانب تعليمي بحيث أن نختصروا الوقت لأما جاء مثلا البرنامج التمكين والتوظيف الكفيف طبعا كان من المدة السابقة المكان الدراسة عنده في بنغازي في طرابلس يعني يكون مثلا كيفية طالب من طبرك يجيك يقرأ في بنغازي ما يقدر عن 15 سنة هو يقرأ خارج أوسرتها ولم يجي بتعين الأماكن أو الوظائف غير موجودة أولا محدودة لأن طبعا يما أدبي يما قانون وهنا طبعا عندنا الإحفاءات مثلا لونا دولة فقيرة نقول لك ممكن يديروا إحفاء مثلا عندك مادة الريابيات والهندسة لأن لا يوجد أجهزة لا يوجد أجهزة لا يوجد أجهزة المعينة للدولة لغو الريابيات يعني أنتو عندكم حق كمكفوفين وضيعها في البصر أيضا في التزود بالأجهزة التكنولوجية المساعدة والأدوات التي تمكنكم من تصفح المناهج الدراسية تكونوا على قدم المسوام مع المبصرين نعم لما توفر الأجهزة خاصة بالريضيات والهندسة هنا نلغي للإحفاء ثم نقرأ في عذب لأنني لم يكن نقرأ علمي لأنني لم يكن الأجهزة التي ساعدني وتمكنني أن تصل للمعلومة حتى تأثير التعليم تم يأثر حتى على الوظيفة عندك في تجارب هنا وقمنا بالتواصل معهم عندك في إيطاليا في تونس في السعودية الإلاج الطبيعي هذا يعتبر فيه مقتدر فيه ما فيش معاهد هنا طالبنا المدة لفاتت بانشات ثلاث معاهد خاصة بذوي العاقر بصرية داخل ليبيا توفيرا على الدولة مثل درابلس وسبها ومنطقة شرقية وافق كوزارة التعليم وافق عليها وصلت في أدراج رئيسة وزرائي الآن لم تحقق هذه المعهد سؤال نحك منظمة ليبيا لحقظ العاقر بصرية لماذا تأليم مختصر على الجمعيات الأهلية لماذا الدولة لم تعب بهذا الأب يعني نحن من حقنا كبقية أخوتنا وأقرارنا ومجتمعنا نحن ندرس على حساب الدولة الليبية تصرف علينا من الدولة الليبية يعني لماذا كيف يعيش هبات وتصدق سامي نحن نحن نحك على حقوق لأن هذا ملف مهم يعني وانت هذه مناسبة يجب أن تستثمر لإسمع صوتك للمسؤولين وأصحاب القرار من أجل محاولة تنفيذها وتلبيتها مجلس الزراع حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار بإنشاء المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات لهذه الفئة وتوفير احتياجاتها كيف شايفين هالمبادرة والله طبعا أنت عارف أن القرار صدر أو لمس المفوضية الاحتياجات الخاصة لما الاسم توقع البداية كناشط حقوقي نتحدث معك الاحتياجات الخاصة تبرق على عاقة الذوي العاقة الذوي العاقة الاحتياجات الخاصة تشمل الموهوبيين ومتوفوقين كذلك تشمل المعاقين تشمل عندهم أمراض مزمة كاسم فظفاب وحتى اصطلح كما تعلم أستاذ أحمد إن اصطلح على تسمية الذوي العاقة بحسب الاتفاقي لحقوق الأشخاص الذوي العاقة 2006 هذا تم احتمال منهم الفئة الأربع الكفيف والصم وأيضا الذوي العاقة الحراقية واللعاقات الذهنية لكن لما تقول هاتجاجات خاصة أنت شمال جميع من يعاني من مرض ممكن يكون طار مؤقت ممكن يكون دائم فنسأل الله أنهم أول يعينهم يوفقهم بأمكانية الدولة إلى الآن لا دعو الله لتستقر الدولة قبل كل شي فما يمكن أن نثقل على كهل الدولة شيء لكن ما نطلبه هو شيء بسيط جدا هذا حق هذا حق ما فيش حد يصدق عليكم أنتم ليبيين لا إلى الآن يصدقون علينا أستاذ أحمد نعطيك أمثلة إلى الآن تصدق هذا موجود ما قلت لكننا من 61 عايشين على الهيبات وعلى التبرعات وعلى رجال الأعمال بارك الله في المجتمع الليبي هذا شيء ما ننكره ونبن المجتمع الليبي لكن كدولة تعاقب حكومات وتعاقب للأسف شديد إلى الآن لم يقدم شيء ملحوظ ما هو الشيء الواضح الكبير لا توجد مدرسة لا يوجد مركب الرياضي لا يوجد مركز تهيلي لا يوجد شيء بأسرة بالضويل العاقة الأخرى نقارن نقارن نفسي بالعاقات الأخرى نعم يعني حتى نجو مثلا الشؤون الاجتماعية المدة اللي فاتت شن قدمتكم الشؤون الاجتماعية للأسف طبعا دائما ينقل فينا إلى الجمعيات عدل الجمعيات طبعا هذه الجمعيات أهلية نقول بارك الله فيهم ناس أي جمعيات جمعيات الأهلية الخيرية جمعية بغازي جمعية طرابلس بارك الله فيهم ناس بضلوا وجهدهم احفروا السخر من أجل نحن نرتقي لهذه المراتب الحمد لله فينا ناس وصين الدكتوراه فينا لكن إلى متى برأ يقولهم برأ للجمعيات إلى أنت مثلا الدولة وين توا التضامن لما مثلا كعجزة نحن عندنا مثلا ما بيش ولا جهاز جانا لأن توا يعني العصال بيضاء هذه شريحة ترى هل العصال بيضاء هل 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 أبسط أشياء هذا خاص بحلقة التناقل ونتعرف طبعا نحن ناجي من ضمن الحقوق الوصول الآمن عندنا البيئة غير مهية سواء في الطرقات يعني العصال هذه لا عليكم كم متكلف بالنسبة لوزارة الشؤول الاجتماعية في كل بلدية من بلديات ليبيا من بغازي نبدوها مركز بثنا يعني هذي كم متكلف المعاق باشتشريها لها الدولة ليش يعني هذي أبسط شيء أبسط شيء ممكن تقدم للمعاق وربما العالم حتى تتجاوز هذه العصى تقريبا ممكن في التقنيات أخرى في أكترونية في ديسارية حساسة في أنواع جدا لكن البيئة متاعتنية لأسف شديدة غير مهية في أيضا عندنا حتى العلمات تصدر بصوت صح في أوروبا كده لكن أقل الشيء هذا توزرت الشؤون الاجتماعية المدة اللي فاتل دارت مبادرة الاستثمار لذوي الإعاقة استثمت الكبيب من الشيء هذا طلبناهم تحدثنا معهم برك الله فيما أخير استجاب قال الله أنتم مرحلة ثانية دزولنا مشاريع كم إيش كبيب يقدر يدير يعني بأنكم تطالبون معاهد عليا للمكفوفين تقريبا تحدثنا عن هذا الموضوع عندك موضوع السيارات والتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا طلبنا من المدرسة مدرسة من 1500 هذين معطو كمش إلى الآن ما فيش استجابة عندك موضوع السيارة الشهور الإجتماعية ضماء صندوق التضامن دير مبادرة بالسيارات وانا عندي مثلا فيه الكفيف اللي عندها أخوه أو أخت أو زوجته أو أبن السيارة هذه والله الدولة واللينا تم استثناع كفيف أنا سماعت 70 ألف مؤكد يعني 70 ألف 35 يتفحن المعاق و35 تفحن هنالدولة نعم غضل نضع التفاصيل هذين لماذا تم استثناع الكفيف من الموضوع هذا مش نعم من العقاقات بالوسائل المعينة هو هناك أجهزة مثلا كيف نقره لما حكيت لكنا عن التفاقية مراكج قلت لك نحن نبو الوصول نبو تصلي المعلومة عندنا أجهزة مثلا مثلا اللابتوب ناطق عندنا مثلا لبرون توبرايل سينس هذين أجهزة كلا يعني توفر علي جهد وبدون ما نبحث عن قارئ توحتها قارئ نجل منحة القارئ تم احتماد منحة القارئ إلى الآن ما نزل شيء ديرنا جرعات وأرجع ونرجع في ملحة القارئ هذا الإنسان يقدم لك مساعدة يقرالك تديرنا مرتب نظير هذا العمل إلى الآن ما نزل بالله عليك أنا سامي نبيك تذكر لي المعاقب بصريا المكفوف من أول ما يطلع من حوشة لغاية ما يروح لنفترض قاعد ستة سبع ساعات أو أكثر في الشارع كيف دائر يبيني أعمال وأشغال شنو 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 الدولة قدمت لها من مساعدات احكي لي يعني تخيل أنك أنت مش تخيل نعيش واقع نعيش واقع مثلا نعطيك نعطيك أمثلة نحن الحمد لله مثلا نتحدث معك الحمد لله ببضل الله تولنا السكن في درنا وجيت هنا طالب درسة عليا في جامعة بنغازي وهذا كلها واشتغلت منتج في جامعة كيفية بنغازي نصنع في المكانس عشان نغطي أجار الشقة يعني طبعا معلم الحمد لله تخرج من جامعة بنغازي قالوا سابقا ومعلم والحمد لله هذا بار في مثلا هناك شخص شخصك لما تشوف الزويلة عقل أخرى في لي ما تمكنش من التعليم تم تهيله يصنع في مكانس أو يصنع في حوافظ هذين المهن اللي عندنا من هنتين هذين فقط طيب احكيلي عن مكفوف يعني احكيلي عن مكفوف هذا الوظائف المتاحة يعني قدام المكفوف الوظائف أولا لما تخرج من بيت والله يصنع مساك مكانس نعم البدالة طبعا ما تشتنع كل الإنكترونيات تم استبعاد الكافي طبعا بشحد يشتغل فينا حاليا إلا ما ندر طبعا عشيلي الوظيف المكفوف طالع من بيته كيف يدير لما يطلع من بيته طبعا أنت والحي تسكن فيه إذا كان مثلا طريق معبد نعطيك مثال مثلا نحن في عمارات الأصبخة أنت عارف المياه السعوداء وعرف قصة الأسب الشديد حشاك المرجاري وكذا يعني الوضع ما تقدرش تطلع قدام البيت إلا بسيارة تهلبك الموضوع هذا خاطر نتيجة الحرب والحمد لله اللي فضل الله أننا عشنا وعشنا في أمان الآن الطريق أنت عارف هو الأرصف عندك جماعة المحلات يعرض في البضائع خارج المحل على الرصيف وعرض حق منتهاك لما تجي مثلا للمكان العام الذي تشتغل فيه مثلا عندك حتى المصعد طبعا أدروي لأنه كل طوام موجود ناطق موجود بارز مثلا يعني أشياء جميعها كلها طرق الأرصف أيضا يفترض أنه فيه أشياء حتى بالمعاقين حركيا وبصريا نعم نجو حتى الموضوع مثلا الشيء التربية مثل الشيء الرياضي وهذا شيء محبط والله الآن نعيش عندنا أبطار رياضيين تحصلوا على قلاجات ذهبية كسروا أرقام قياسية على مستوى العالم في العاب القوة وحمل الأثقال حرموا خمس بطلات إلى الآن نحسب في عندك في كوريا في مصر في جورجيا السبب ما فيش دعم ما فيش دعم طيب مع أن نعرف أنه فيه فرق رياضية رياضات هنا موجودة قاعدين في مصر وفي تورس موجودين نحكو على موضوع آخر وطبعا هذه الأشياء تظل قائمة مدام المشاكل هي قائمة لإثارتها في التلفزيون لكن نحكو على مناشط كم عندي مناشط أيضا تنظمون مناشط مختلفة هنا ونوان كما حدثت صبعا كما حدثت أنه طبعا نحكو لك الصحة البصرية أيضا في مشكلتين هي كما قلت لك للكشف المبكر وأيضا العدسات مثلا في لدي ضعيف بصر وانت عرفته سائل العدسات والنظارات الطبية بمعنى هذا أقل شيء تدعم الدولة أشياء عادية ضعيف البصر لما تجيب لبطاقة يعاق أنه كيفيه بجزئي تفرش المناشط اللي قامت بين منظمة آخر معشرة طبعا طبعا نحن كمنظمة حققية احتمدنا وسائل معينة من ضمن الندوات المحاضرات الملتقيات المسابقات ورشات العمل حلقات النقاش هذه كنا قامت بين منظمة خلال خمس سنوات الماضية طبعا آخر الملتقة كان في بلدية تمساعد نفس هذا الوقت شهر يناير الماضي هذا آخر ملتقة قامت بين منظمة السنة هذه ما عندك منش منتقة السنة هذه طبعا عندنا حاليا نحن كمنظمة والله نبن نديره مؤتمر خاص بذوي العاقة البصرية نبحث عن دعم نبن نديره مهرجان الإبداع نبرز بمهارات ذوي العاقة سوى مثلا في الشعر في القصة القصيرة في الموسيقى في أشياء عديدة إلى الآن نبحث عن دعم لكن نقول ما نشطنا لندارا نديرنا نديرنا ندوات خاصة حقوقية بالرياضة بالتعديد أيضا توعوية صحية أيضا قمنا بمسافة قرآن كريم حفظ قرآن كريم في مدينة فنغازي وطبرق وطرابلس طبعا المنظمة لها مندبيات في الجنوب وأيضا في طبرق وفي الجفرة حاليا نتوبة فتحنا في سلوق مندبية في ذات الوقت في رحلات ترفيهية أيضا قامت به المنظمة نتواصل مع الجهات نوضح في حقنا إقامة الحجة لإقامة الحجة يعني هذه المناشطة للمعلوماتك كلها مجهودات شخصية وكلها نردع موضوع التبرعات والعمل الخير يعني ما نطلبهم الدولة أن تخصص ميزانيات مثل هذه في جمعيات عندك جمعيات كيف في البيضة في طبرق في مصرات هذه كم جمعيات عندكم تواصل مع هذه الجمعيات ما هل أنتوا بيها عندنا التواصل وقاعدين نحن سائلين أن نأسوا اتحاد نوعي لذوي العاقة البصرية على مستوى ليبيا اتفقنا مع الجمعيات طبعا من ضمن الشروط أن يكون خمس جمعيات مما فوق الحمد لله لقينا استجابة لأنهم كلهم يعانوا كلهم عن نقص إمكانيات نقص المشاكل كلتنا في البيضة من قبل وأسسنا جميع كيف في البيضة قاعدين في ممر داروا لنا بألمونيا ومقعتنا فيه في تابع در رعاية يعني معناه يعاني في ذوي العاقة وهذا كل الدولة رفع يدها بشكل لماذا ما نشعر بشو السبب لم تتحل في الإشكالية هذه ليش الدولة رفع يدها ما سفهمش السببين يظل السؤال المعلقة ربما الأسباب معروفة لماذا الدولة رفع يدها عند البعض وعدم مساعدتها للمعاقين بشكل عام وأيضا المعاقين بصريا فهذه الأشياء ربما لا تحتاج إلى أن نخصولها حتى مساحة للحديث هذه الأشياء الطبيعية تحدث وتقدم هذه الإعانات والمساعدات لأن المعاق في نهاية الأمر هو مواطن ليبي وأيضا هذا من حقوق زي أي مواطن آخر سليم يعني من هذه الإعاقات سامي التركاوي رئيس الجمعية العمومية للمنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية شكرا لحضورك رئيس الجمعية برقة برقة بحثية بحث سلط الضو مرات قلنا جمعة التضام مش عارفين الأجزة اللي خاصة بالكفيف تم أداد برقة بحثية بالأجزة والوسائل المعينة لذوي العاقة البصرية وختاما نشكر لك على هذه اللفتة طيبة والمبادرة الكريمة ونسأل الله التوفيق ونسأل الله يصلحها للعباد والبلاد والله أمين شكرا لك